أقامت الجالية الكردية في الأردن احتفالاً كبيراً بمناسبة ذكرى مئوية الثورة العربية الكبرى ومعركة الكرامة الخالدة وعياد النوروز وسط حضور شعبي ورسمي مزيد من التفاصيل في التقرير التالي موسيقى بمناسبة ذكرى مئوية الثورة العربية الكبرى وعياد النوروز نظمت الفعاليات الثقافية والتراثية الكردية في المملكة الأردنية احتفالاً كبيراً المهرجان شمل العديد من الفقرات كعرض لرسومات أطفال تحمل رسالة السلام والمحبة من مختلف دول العالم موسيقى وعرض فني تراثي من فرقة أمانة عمان الكبرى موسيقى إضافة لعرض للأزياء التراثية موسيقى ورقصات شعبية كردية موسيقى موسيقى نحتفل اليوم في عياد الربيع عياد نوروز رأس السنة الكردية وأيضاً في يوم الكرامة الثورة العربية وبعيد العم بنفس الوقت نشعر بسعادة كبيرة بأننا كجالية عراقية مع أصدقائنا من أشقائنا الأردنيين معاً نحتفل اليوم في أول أيام الربيع في رأس السنة الكردية وأيضاً في ذكرى مهمة وعزيزة علينا وهي ذكرى الثورة العربية هذا اليوم يزامن يوم الكرامة الأردني طبعاً هذا شيء أحنا نحتفل فيه مع أخوانا الأردنيين بهذا اليوم هلأ إذا نشوف الاحتفال يضم الأكراد والأردنيين والعرب من العراق النوروز يعد من أقدم الأعياد التي يحتفل بها الأكراد وترتبط خصوصيته بالنسبة إليهم بالأسطورة التاريخية التي تتحدث عن ثورة قادها كردي يدعى كاوا ضد ملك جائر اسمه زحاك وأن هذه الثورة أنهت حكمه فأطلق الثائرون اسم يوم الانتصار نوروز ويعني يوماً جديداً على ذلك اليوم علي الآرج رؤية